اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الغاز الامونيا هو عبارة عن غاز دورائحة نفذة يتكون في حضائر الدواجن نتيجة التحلل الكيماوي لليوريك اسيد الموجود في زرق الطيور بوسطة بكتيريا التحلل الموجودة في الزرق النسبة الطبيعية للامونيا في حضائر الدواجن أن تكون أقل من عشرون جزء بالمليون وكلما قلت هذه النسبة كلما كان أفضل وكلما قربت من العشرون كان أضر وأخطر على مختلف الطيور فما هي العوامل التي تساعد على زيادة غاز الامونيا في حضائر الدواجن؟ من بين العوامل هناك سوء التهوية وهي من أكبر الأسباب لزيادة الامونيا وذلك لفشل التهوية في التخلص من الكميات البسيطة من الامونيا فتتراكم هذه الأخيرة وتظهر بشكل كبير زيادة الرطوبة كلما زادت الرطوبة كلما زادت الامونيا وذلك نتيجة سرعة تحلل حمض اليوريك كذلك زيادة الكثافة فكلما زادت الكثافة كلما زاد اليوريكاسيد وكلما زاد اليوريك زادت تحلل الكميائي وبالتالي زادت الامونيا كذلك طبيعة الفرشة فالنشارة لديها القدرة على امتصاص الرطوبة وبالتالي تقليل تصاعد الامونيا أما بخصوص مخاطر زيادة تركيز الأمونيا على صحة الدوجين فتتمثل أولا على المستوى الجهاز التنفسي التعمل على تدمير الجهاز التنفسي إذ أنها تدمر الأهداب المسؤولة عن طرد الكميكروبات والأجسام الغريبة للخارج وهذه الأسباب هي أحد أعمدة المناعة التنفسية التي يعتمد عليها في مقاومة الأمراض التي تواجمه أما العمود الثاني فهو تدمير الخلايا المسؤولة عن إنتاج المخاط الذي تلتصق به الميكروبات سواء كانت فيروسية أو بكتيريا وتمنعها من الضخول إذ اثبتت الدراسات العلمية على مدار سنوات طوال أن أخطر عمر لتصاعد غاز الأمونيا وتأثيره على الجهاز التنفسي هو أول 21 يوما من عمر الطائر أشدها على الطائر الأسبوع الأول والثاني حيث أن هذه مرحلة التحضين والتي يكون فيها الجهاز التنفسي بمرحلة تطور فتثبته الأمونيا وبالتالي سيكون الطائر عرضة للإصابات التنفسية خاصة الفيروسية كذلك هناك تأثير كبير على الجهاز المناعي التعمل الأمونيا على تثبيت نموء البرصة خاصة في أول 21 يوم وبالتالي يحدث قصور شديد في جهاز المناعي فالدراسات أثبتت أن وزن البرصة على 21 يوما في حالة التعرض لتركيز 20 جزء بالمليون أقل من وزنها في حالة عدم وجودها نهائيا هذه النقطة هي بمثابة الضربة القاضية الثانية بعد الجهاز التنفسي والتي تدمر الطائر كليا إذ يستطيع مقاومة أي ميكروب حتى ولو كان بسيطا تأثيره كذلك على العيون إذ نتيجة أن غزة الأمونيا يدوب في سوائل العين فيتحول إلى مركب أمونيوم هيدروكسيد وهو مركب له تأثير شديد على العين مما يسبب حمرار العين وانتفاخ جفون العين وتأثر قرنية العين تنتهي بإغلاقها تماما مما يعقو الوصول للعلف والماء ونتيجة لذلك كله يتأثر الجهاز الهضمي ويفقد قدرته الامتصاصية مما يحدث معه تأثر الأوزان والسهلاك العلف وبالتالي زيادة معامل التحويل هذا أولا وثانيا قيام البكتيريا الضارة بمهاجمته نتيجة تثبت المناعة تفقده معظم وظائفه أما بخصوص العلامات والأعراض التي تحدثها زيادة الأمونيا فبالإضافة إلى ظهور رائحة نفاذة قوية بمجرد دخول كالحظائر تشمها مباشرة تظهر أعراض مرضية أخرى على العيون كما سبق ذكرها فالأمونيا كما سبق الذكر تدوب جيدا في السوائل فتدوب في سائل العين ظهور أصوات تنفسية نتيجة حدوث التهابات في الجهاز التنفسي تركن الطيور المرضى إلى الجنب الحاضرة وتتحرك بصعوبة انخفاض السهلاك العلف ونتيجة لذلك انخفاض معدل الأوزان وفي الدجاج البيض يقل السهلاك العلف وبالتالي تقل الأوزان كما يتأخر البلوغ الجنسي ويقل انتج البيض وفي النهاية يصبح الطائر عرضة للأمراض الأخرى سواء كانت باكتيريا مثل الإيكولاي أو فيروسيا مثل نيوكاسل والآيبي والأنفالوزا وبعدما تكلمنا عن مخاطر ظهور الأمونيا والأسباب التي تؤدي إليها يأتي الضور على ذكر الكيفية التي تمكننا من تقليل غاز الأمونيا في حضائر الدواجين أول ما ننصح به هو التهوية الجيدة خاصة في أوقات الرطوبة العالية في الصيف وفي فصل الشتاء معاملة الفرشة والتحكم في رطوبتها بإضافة فرشة جيدة بصفة مستمرة ولا نتركها لمرحلة الرطوبة ولو وصلت لهذه المرحلة يتم التخلص منها وإضافة فرشة جديدة مكانها استخدام الجير المطفي أو الجفصين كعامل لامتصاص الرطوبة أو كعامل منع وصول الرطوبة الأرضية للفرشة هناك ما يسمى بالأمونيا المعاوية نتيجة تتكسر وانحلال اليوريا بوسط أنزم اليوريز ويتم منع عدوتي هذه العملية باستخدام أي منتج مختص لذلك مثل اليوكا كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم نتمنى متتبعين أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر